السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف ديرين أحوالكم على خير الحمد لله نتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير ولقاكم دائما فيديوهاتي في أحسن حال إن شاء الله الوصفة دينا دياليوم كيف ما كيتتضح لكم في الفيديو هو واحد البانكيك اللي سهل وسريع واقتصادي وكيوجد يعني ضغية ضغية فرمشة العين يعني القوتي أولى الضيوف الغفلة ما ديوفين تعمل واتحتي يكون واجد وبمكونات اللي موجودة في كل دار ويعني سهل واقتصادي كيف ما أسبق لي وقتليكم على بركات الله غدي ندوزوا المقادر كيف ما غدي تشوفوا معايا هادو هما اللي غدي نحتاجوا لي يعني جوج تاع البيضات يكونوا بحرارة المطبخ نصف كسع الزيت نصف كسع ساندة ونصف كسع الحليب كيف ما كتشوفوا معايا الحليب يحاولوا يكون يعني دافي ما يكونش بارد وعندنا خمارة هناي وعندنا فانية وخمارة كيف ما كتشوفوا حمرة هادشي اللي كانحتاجوا لي من وزن سبعة جرام او لثمانية جرام هنتو ما كيف ما كتشوفوا معايا غناخدوا واحد البول او لسالة دي او لشوفوا غي سيبيون اللي بغيتو تخدمو في غدي نذيرو في هادوك جوج بيضات وغدي نزيدو عليهم نصف كسع ساندة وغدي نزيدو عليهم ديك الساشي دي الفاني هنا يمكن لكم تنسمو باش ما بغيتو هنا بقشور تعليمون او لقشور دي الحامض او للي بغيتو نكهو بي او لغي الفاني هاكا اللي بغيتو اللي بغيتو يعني انتو ما احرار صافي هنا غدي نخدمو هاد غي بيدينا بالفوه هاكا إلا بغيتو انتو ما تخدمو بالباتور او لف ميكسور خدموه رماشي مشكل اللي بغيتو انا كنحاول نسهل مبسط معاكم صافي كيف ما شفتو غدي نحرركم زيان هادك البيض مع الساندة والفاني حتى كي يعني ندوب لنا ديك الساندة او اللي شوية للاكو لغ ما يبقى صفر بزف و اللي ميكسور خدمو مزيان انا هنازت قبيسة عن ملح كيف ماشتو غي باش نوازنو الماضاقات هنا غدي نديرو داك نصف كاسع الزيت و احنا كنحركو و كنزيدو بشوية بشوية بتدريج بالنسبة الهنا اللي بغي يضاعف الكيمية راه يضاعف يدير ربعات البيضات كاس زيت كاساندة نمو انتو ما غادين قد ضاعفو الكيمية صافي هنا غدي نحركو كل شي هاد المسائل دياننا مزيان حتي نساج مولينا مع بعضياتهم هنا كنستمرو في التحريك كيف ماشفتو باش يدو بلينا كل شي يديك ساني ذو دوك العناصر مع بعضياتهم هنا غمقى نزيدو هنا الحليب التدريج بالنسبة هنا الحليب اللي ما عندو ش بغي يعوض بليا بهذا بليا و اخته ولا يعوضوا راه ماشي مشكل كل شي كي جيزوين انسان يقضي باش ما عندو فالدار صافي كيف ما قلت لكم درنا داك نصف كاسع الحليب و كنحرركم زيان بالنسبة الدقيق اللي ما ذكرتوش معاكم انا غادي نعطيه لكم ان شاء الله هنا في الفيديو كيف ما غادي تشوفوا معايا هنعطيكم اكزاكتو مشحة الهزلية هنا عندنا كاس بتاع الدقيق ديال العنبه كيف ما شفتو غادي نديرو غادي نديرو علي هذيك الخمارة باش تغربل ما يبقوش في هذو كل حبيبات وكل ما يعني غربلتو الدقيق ديالكم كو ما لبانكيك لالكيك العادي كي جيكم زوين وخفيف سوف هنا غادي نغرب له هذك الدقيق ديالنا هنقدر تكاس كبير ديال العنبه وغادي نحرك وانا كنشوف دائما دقيق كيف ما كان دائما كنقول لكم عمركم ما تديرو الدقيق في دفعة واحدة وخان اعطيكم انا الدقيق اكزاكتو مو كي بقى على حسب النوعية ديال البيض وحسب الدقيق او لدقيق او لفارينا واش كتشرب واش لا يعني دائما عمركم ما تديرو دقيق دفعة واحدة وخان اعطيه لكم انا يعني كي ما هو انتو ما على حسب البيض واش كبير واش صغير دائما ديرو غي عينكم ميزانكم بشوية بشوية حتى تحصلوا على تكستور لكينا انا هنا زيت نص كاس ديال بقيق وكيف ما قلت لكم انتو ما ما تزيدوش كلش في مره بقاو تزيدو تحركو حتى تطعوا على نورمال موناهز زيتليا كاس ونص وانتو ما كيف ما قلت لكم بقاو تحركو تشوفو عينكم ميزانكم حتى تحصلو على القوام اللي بغيتو ديال البن كيك او ديال الكيك يعني لك توبتو تصيبو كيك عادي سافي هاكا كان بقاو غادي نخدامين كان حركو في كايك ديالنا كيف ما شوتو نقوم بإطلاق طويلة نقوم بإطلاق طويلة يبغيش يجي تاني تقيل بزف باش ميجيكمش مدقص سافي غناخدو هنا واحد المقلة اللي واحد المقيلة هنا اللي مكت يعني مقلة مكت للسقش او لطيفال او للي عندكم غناخدو العافية خاصة تكون مهيلة باش يطيب معاكم زيان يتحمر وما يتحرك شوي تخطف يعني العافية تكون مهيلة وبشوية بشوية علينا وحنا كان طيبو في هاد البانكيك ديانا وغادي تشوفوا معايا هنا هاد البانكيك هنا كي بير لكم در واحد الفقاعد صغير ورين اولا وكي بدكي ينشف من الجناب هانا غدي نقرب معاكم شوية الفيديو باش تشوفوا معايا غادي بدكي ينشف لمغاكبي من الجناب صافي هنا غادي تقلبو فاد الحالة ما تخليوش كتر باش ما يتحركش ليكم غيتشوفوا بحلا كانشف شوية من الجنابات وبدكي دادو كل الفقاعد بحال هاكا ذاكي تقب صافي غادي تقلبوه هنا غا ناخدو هاكا ونقلبوه بشوية كيف ماشتو هدا هو اللون يعني اللي ديال ديالو او اللون المثالي ديالو هو هدا اي لفوتو كتر غايتحرق ولا خليتو قل راهو غايجيكم ما طيبش صافي كيف ماشتو معايا هانتو ما هدا هو غادي نخليه يطيبحت على الوجه الاخر ديالو صافي وغادي نهزوه هانتو ما ها هو شتو لكو لغة ذهبية ديالو هو هدا الطياب ديالو صافي غادي ناخدو نحطو بشي طباسل ولا شي حاجه حتى نكملو لدزين صافي هنا غادي ناخدو مغير فاخره تاني غادي نهزوها وغادي نكبوها تمو ونخليوها نفس الطريقة غادي غادي نعود معاكم وحد اخره بشتضح لكم صافي غادي نخليوها هي الطيب كيف ما شفتو ها هي را ما كتشتش معنا الوقت بززا فغادي نحضيو معاها العافية تكون مهيلا كيف ما قلت لكم ونشف من جناب نقلبو هانتو ما كيف ما شفتو توقليوه ذو للواجه الاخر ديالو نخليوه نحادي لو نحضوه نديرو ف طباسي الاول وما منحطوه شي فوق شي بش ما يعرق ش نحطوهم سبارين صافي هاذا ما كان هانتو ما كيف ما شتو معايا هانتو ما كيف ما شتو معاياٌ هانتو ما يكملوه الطيب ديالباقيه متلقوا من شاع الله ف اخير الفيديو 조 اخير الفيديو هنا سوف نزوقه هنا بطاب ليا اعطاني عشارات على الحبات هنا اخذت دانة شوكولة او للاقاناش انا ما عنديش بوش هادوية هنا ما كانش متوفره ليا درت غيف ميكا هكا المهم هو انك تقضي باش ممكن ودرت شوية ديال لبيبيتو شوكولة او لحبيبة شكلات كيف ما شفتو وهنا تزين يبقى لكم انتو ما حسب الرغبة اللي بغيتو زينو به اللي متوفر عندكم فضال يعني ما غديش تقيدوا بهادشي انا اللي درت اللي عندكم اللي السمسيال هو الوصفة تكون ناجحة والبانكايك بنين هدا هو صاف هنا يكن ندردرو هنا يعليه نيمكن لكم تعوضوا بالشوكولة بالكونفيتو او للي بغيتو هنا انا اخذت شوية تعلو زئفي اللي درتو عليه صاف هادشي هو كان زواق بسيط ويعني عادي انتو ما اهنا بدعو وديرو اللي بغيتو كيف ما بغيتو صاف هدا مكان كيف ما شفتو معايا هنا غدي نكونو وصلنا الاخر لا فيديو كيف ما غدي تشوفو معايا تانكايك اللي هو سهل واقتصادي وما في شي حاجة اللي هي وعرة كيف ما شفتو او الماضاك يجي ديالو بنين بزاف كيجي كيدو بفلفم كيف ما كتشاهدو معايا راه اللون موحد طياب ديالو كل شي هو هادك كانتمنى هاد لا فيديو تعجبكم وطرقكم ونكون عند حسن ضمن ديالكم اللي عجباتوا لا فيديو ما تتبخلوش علي بلي جيم والباختاج وهذا فضلا وليس امرا تبارتاجي معا الاهل والاحباب وفي المواقع تواصل الاجتماعي وضغطو على الجرس في الاسفل باش يوصلكم كل جديد الفيديو هاد ديالي ولي عندها شي تساؤل يخلي لي في كومنتاق غاد نجاوبها عليه وشكرا لكم على المتابعة وحسن التتبع الى وصفة مقبلة ان شاء الله شكرا اشتركوا في القناة